ده كان كلام مكلن لشويتي رئيس الاتحاد البتسواني مع زماننا محمد طه بعد طبعا الازمة اللي كان تعرض لها المنتخب البتسواني حتى هو في كلامه يعني قال ان المفروض منتخب مصر يوصل الى المنتخب المستضيف للقاء لكن حصل العكس ان انت دلوقتي منتخب البتسواني لسه هيتحرك الصبح من موريتانيا هيوصل قبل اللقاء يمكن بساعات قليلة جدا وده اللي هيعمل مشكلة وده اللي خلى ان الاتحاد البتسواني يطالب الكاف بتأجيل المباراة لمدة 24 ساعة زيادة عشان يكون منتخب بتسوانا ارتاح من فكرة السفر ولكن في الاخر هي مشكلة عند منتخب بتسوانا ليس لها علاقة تمامة بمنتخب مصر ليس له اي علاقة بما يحدث من تعطل طيارة او ايا كان اللي حصل الظروف اللي حصلت اللي كان بيتكلم عليها رئيس الاتحاد البتسواني كل ده ملوش اي علاقة بمنتخبنا الوطني ملوش اي علاقة بتركيز منتخب مصر مع الكابتن حسام حسن باللعيبة